وحدة بناء الجهاز العصبي هي الخلية العصبية ودور معظم الخلاية دي هي انها بتنيل الإشارات العصبية من عضو لعدو تاني ومن مكان لمكان تاني شكة الدبوس أو اللاسعة اللي بتحسها دي هي عبارة عن إشارة عصبية بتنتقل من المكان اللي تلسعت فيه لحد ما توصل المخ أو النخاع الشوكي وترجع تاني في شكل أوامر علشان تحرك إيدك كل دي إشارات عصبية اللي بتنيلها الخلايا العصبية بس أكيد مش خلية عصبية واحدة هي اللي بتنيل كل الإشارات دي وأكيد كمان مش خلية عصبية واحدة بتنيل الإشارة على طول جسمنا جسمنا بيكون مليان بملايين ومليارات الخلايا العصبية بس إحنا نهاردة هنفهم ونشرح المكان اللي بتتصل فيه الخلايا العصبية مع بعضها زي المفصل كده بيكون مبوض ما بين الأظام بس المفصل ده في العصب اسمه التشابك العصبي أو سينابس الخلية العصبية ممكن تكون متصلة بخلية عصبية تانية زيها وفي الحالة دي التشابك اسمه تشابك عصبي عصبي وممكن الخلية العصبية تكون متصلة بعضلة اللي هي الخلية العضلية أو الليفة العضلية وفي الحالة دي اسمه تشابك عصبي عضلي وممكن تكون متصلة بخلية في غدة زي مثلا الغدة الدرقية أو الغدة القذرية وهكذا وفي الحالة دي اسمه تشابك عصبي غدي لو فهمنا تكوين تشبك العصبي ما بين خليتين عصبيتين ويزدين إشارة العصبية دي أو السيال العصبي بينتقن خلالهم اللي جاي بعد كده هيكون سهل إن شاء الله الخليل العصبية بشكل عام بتتكون من جسم ومحور والجسم بيخرج منه شوية زوايد اسمها الزوايد الشجيرية ودور جسم الخليل العصبية والزوايد الشجيرية هو إنهم بيستقبلوا السيال العصبي لكن المحور بينتهي بنهايات اسمها نهايات عصبية أو زوايد محورية علشان بتخرج بالمحور وكده يعني النهايات العصبية دي في نهايتها انتفاخات اسمها الأزرار يعني كده الأزرار دي يعبار عن انتفاخات في نهاية التفرعات النهائية يعني أنقول عليها نهية النهية قصاد الأزرار دي بيكون فيه موجود الزوايد الشجيرية والزوايد الشجيرية دي بتكون تبع الخلية العصبية التانية اللي بتكون متصلة بيها والخليتين العصبيتين مش بيكونوا لمسين بعض لأنه بيكون فيما بينهم فراغ الفراغ ده اسمه شق التشابك يعني كده التشابك العصبي بيتكون من أزرار التفرعات النهائية لخلية عصبية وزواية شجيرية بتاعة الخلية العصبية التانية المتصلة معاها وما بينهم شق اسمه شق التشابك وغشاء الأزرار اسمه غشاء ما قبل التشابكي وغشاء الزواية الشجيرية اسمه غشاء ما بعد التشابكي الأزرار بيكون موجود جواها أكياز اسمها الحويصلات التشابكية أو الحويصلات العصبية الأكياز دي جواها مواد كيميائية مهمة جدا اسمها النواقل الكيميائية أو النواقل العصبية ومن أشهرها طبعا عندنا الاسطيل كولين وهيرمون النور أدرينالين والنور أدرينالين هو عبارة عن هيرمون عصب ناكل بتفرزه الغدة الكذرية تعالى بقى نفهم إزاي السيال العصبي بينتقل من خلية عصبية لخلية عصبية تانية أول ما السيال العصبي بيوصل لمنطقة الأزرار بيكون فيه أيونات اسمها أيونات الكلسم بتكون موجودة خارج غشاء الأزرار وأول ما تشوف السيال العصبي جاي بتدخل أيونات الكلسم إلى الداخل داخل الأزرار فبتسبب انفجار الحويصلات التشابكية اللي بيكون جواها النواقل الكيميائية فتخرج النواقل الكيميائية من حوصات التشابكية وتمشي في منطقة شق التشابك لحد ما توصل للغشاء ما بعد التشابكي واللي بالمناسبة ممكن يكون زوايا الشغيرية الخلية عصبية وممكن يكون غشاء لفو عضلية وممكن يكون غشاء خلية في غدة زي ما قلنا إلى أنواع الثلاثة المهم لما توصل النواقل كيميائية دي للسطح للغشاء ما بعد التشابكي بيلاقي مستقبلات خاصة به اسمها طبعا مستقبلات النواقل الكيميائية المستقبلات دي بعد تستقبل النواقل الكيميائية بتسبب انتقال السير العصبي من خلية عصبية لخلية عصبية تانية فبيحصل لها نفس التأثير اللي حصل لخلية عصبية اللي قبلها يعني السوديوم بيدخل لداخل الخلية العصبية والبوتاسيوم بيخرج وفرق الجود بدل ما كان سانيب 70 بيتحول ويكون موجب 40 يعني بيحصل لها إزالة استقطاب فبيتكون السير العصبي وبيبدأ انه ينتقل من جسم الخلية للمحور ومن خلية لخلية تانية وهكذا بعد ما السير العصبي بينتقل هنا بيجي دور انزيم الكولين استيريز اللي بيكسر الى ستايل كولين فبيوقف عمله انزيم الكولين استيريز بيكون موجود في منطية شك التشابط جنب الزواد الشجيرية يعني بيكون موجود جنب شغله علشان شغله بيكون موجود على انجلشان ما بعد التشابكة وبالتالي كده احنا بنستنتج ان الاسطايل كولين هو اللي بيسبب انقباض العضلات لكن الكولين استيريز هو اللي بيسبب انبساط العضلات لانه بيوقف شغل الاسطايل كولين ولو ما كانش موجود الكولين استيريز العضلة او الخلية العصبية هتفضل في حالة استصارة وده بيسبب حالة من التشنج العضني احنا كده بنفهم ان الخلية العصبية علشان توصل لها الاشارة لازم يوصل الاسطايل كولين ويقعد على المستقبلات بتاعته فدلوقتي في بعض الحيوانات المفترسة بتحقن فريستها بمادة سمة بتسبب لها شلل علشان تعرف تسيطر عليها اللي بيحصل هو ان المادة السمة دي هي اللي بتروح تقعد على المستقبلات بدل الاسطايل كولين وبكده الاشارة العصبية مش هتنتقل من خلية للتانية فبيحصل شلل وبكده الفريست مش هتقدر ان هي تتحرك واشهر حاجة حابب اضيفها هو ان الخلية العصبية ممكن تتصل باكتر من خلية عصبية وبتنلها الاشارة بنفس الشدة وبنفس التأثير من غير ما يحصل ضعف للاشارة زي فكرة مش ترك الكعربة كده بالزبط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة